موسيقى هنا ما سفيروا لكم منا كل التحية فقرتنا الأولى النهاردة هتكون مع فقرة مصر بيحصل فيها ايه النهاردة ومجموعة من الأخبار العالمية والمحلية والأكثر قراءة على المواقع الإلكترونية وفي السوشيال ميديا وبسعيدني أن يكون معي الكاتب الصحفي الأستاذ صفوة عمران رئيس قسم الشؤون السياسية بجريدة الجمهورية مساء الخير يا فاندم ومنورنا في الستوديو كل سنة وحالتك طائف مساء الخير ومساء الخير عصد المشاهدين كل سنة وطيبين نبتدي سريعا أخبارنا والحقيقة معي ثلاث أخبار خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية ويمكن لنبتدي منذ بداية هذه الجماعة واختيارهم للدين كشعار لكن الحقيقة الدموية وفكرة سفكة دماء وفكرة السياسة هي كانوا اللي بيلعبوا عليها وبشكل كبير جدا يمكن مش عايزة توقف فقط أمام جماعة الإخوان ولكن بعض الجماعات أيضا التي ظهرت تحت العديد من المسميات لكن الهدف واحد يمكن الخبر بيقول قواعد الفكر الإخواني يجذبون كما يتنفسون وأكيد كلنا نعرف كده خمس خطوات لإسقاط الجنسية المصرية عن الإخوان الهاربين بعد حصولهم على تركيا أو وصولهم تركيا هي المفروض رئيس وزراء تركيا السابق متوعد لرجب أردغان ستحاسب وستدفع السمن الحقيقة أنه يعني خلينا نرجع بالذكرة الوراء مع سادة المشاهدين منذ تأسيس الجماعة سنة 1928 على يد حسن البنة ربما انطلقت من القاعدة الأشهر بالمبدأ الميكافيلي وهو فكرة أن الدين أفيون الشعوب وكيف نخترق الشعوب عبر التلاعب بالمشاعر الدينية والشكل الديني الجماعة أسيست بشكل واضح بدعم من السفارة البريطانية في مصر وبالتالي المنشأ بالأساس لم يكن منشأا مصريا خالصا أو رؤية قومية عربية أو إسلامية خالصة لكن كان هناك مخطط ربما مبكر جدا لفكرة الاستخدام الدين كأداء يعني كأداء لمحاربة ربما الأنظمة الحكيمة في ذلك الوقت في الدول العربية منذ تأسيس الإخوان سنة 1928 كان هناك إلى جانب الشكل المعلن أمام الناس بفكرة الدعوة والاستخدام الشعارات الدينية والغطاء الديني كان هناك ما يسمى بالتنظيم الخاص للجماعة والتنظيم المسلح الخاص بالجماعة ربما الكثيرين في البداية لم يكن يعتقدوا أو يعلموا كثيرا عن هذا النظام وخطورته والدور المنوط به خصوصا كما نعلم أن المصريين ما قبل تأسيس الجماعة حتى بداية ظهور التنظيم الخاص بالشكل العلني كان الهدف الواضح بالنسبة لهم هو مقاومة الاحتلال الإنجليزي كنا نسمع عن الفدائيين والتحركات الفدائية ضد المحتل الإنجليزي وكان هذا واضحا تماما لكن سنة 45 بشكل واضح عندما أراد أحمد مهر بشر رئيس وزراء مصر أن تدخل مصر الحرب العالمية إلى جانب الإنجليز والحلفاء ضد المحور لربما قناعات لليه بتدريب الجيش المصري وإدخاله ميدا المعارك الفعلية للحماية الدولة وتطوير الجيش المصري واكتساب أيضا بعد سياسي ربما يساهم في فكرة استقلال الدولة المصرية تدخل أحد أبناء التنظيم الخاص جماعة الأنجلي المسلمين واختال أحمد باشا ماهر وداية الاختيالات ثم شاهدنا بعد ذلك اغتيال المستشار أحمد الخنزندار لمنعه من الحكم في بعض القضايا ضد شباب الإخوان ثم اغتيال محمود باشا فهم النقراشي سنة 48 وداه اللي كان البداية الحقية لمنعه أيضا من إصدار قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين بعد اكتشاف أن هناك تنظيم مسلح تقوده الجماعة وداه كان الخطر الحقيقي بفكرة أن الاختيالات تحولت من المصريين من مكافحة الاستعمار والفدائية ضد المحتل الإنجليزي إلى فكرة أن يقتل المصريين بعضهم البعض وداه كان ربما المبدأ الأخطر في التنظيم المسلح للجماعة يعني هي بداية الاختيالات يوسف صفت بتؤكد على فكرة وصولهم للحكم أو وصولهم للسلطة منذ البداية وداه كان الهدف الرئيسي بينهم لكن هم الحقيقة كانوا بيلعبوا على حاجة مهمة جدا ما كانش دايما بيرمي على الصفوف الأولى لكن كان لديه القدرة على تربية أشخاص داخل الصفوف التانية وفي الأماكن المحلية وأصبح لهم شعب متنوعة داخل عدد كبير جدا من القطاعات ظهورهم واختفائهم في بعض الأحيان ووجودهم برضو في بعض الأحيان ليه دعم من بعض الرؤساء والتمويل المالي كان جزء من وجودهم السياسي في مصر شوفي حضرتك يعني ربما يستغرب الكسرين أن بداية الإخوان لم تكن بين الصفوة لكن عندما أنشأ الحركة حسن البانا كان بطبقات العمال والبسطاء لفكرة أنه دايما كانوا بيلعبوا على فكرة أن من ليس له عائلة فالإخوان عائلته ومن ليس له مساندين فنحن سنده وبالتالي كان يستقطب الأداة ثم تطور بعد ذلك لفكرة الشعب كما حدثت عن فكرة التمويل وغلا ذلك بمناسبة أن كل عضو في الجماعة كان هناك رقم منها يعني إحنا كنا يعني لو نتكلم بشكل واضح وأكثر صراحة ابتدنا نشعر بيهم مرة أخرى الحقيقة بعد العودة من الخليج يعني عدد كبير منهم جدا كان عايش في الخليج فترة طويلة جدا وعند عودتهم لمصر مرة أخرى ابتدوا يظهروا الإخوان وبشكل قوي مرة أخرى في المجتمع المصري وجودهم الحقيقة ضمن المحليات وجودهم دايما في الصفوف الثانية من المؤسسات ما كانوش لديهم الظهور الكامل لكن كان لديهم القدرة على تأسيس شعب داخلية هما فيما بعد بيفكروا عنهم على السلطة بشكل وباخر طبعا يعني نظرة الإخوان المسلمين إلى السلطة تمت مع ربما ما قبل يوليو 52 بالزبط بشكل واضح بعد سنوات من تأسيس الجماعة بشكل الدعوي وربما مع مأموني الغنضيبي بدأ هذا المشروع بشكل محدد لكن خلينا نقول أننا نتكلم على الجماعة بتلعب على التناخلات السياسية في سندة ربما في البداية حركة يوليو وثورة يوليو 52 ثم انقلبت على مبادئ الثورة وأرادت اختطافها لصالحها واختيال الرئيس عبد الناصر ثم بعد ذلك الضربات الموجهة التي وجهها الرئيس عبد الناصر للجماعة وموجهة سواء 54 أو 65 وظمنا الكاثرين أن الجماعة انتهت لكن كما حالك ذكرت بعد 65 أغلب عن ناصر الجماعة يعني سفرت إلى الخليج والبلاد البترولية وكان هناك دور مهم وانتشار كبير جدا في هذه الدول والتوقفين العباء المالية والألقات الاقتصادية في هذا الشهر ثم الحقيقة هم مع وصول الرئيس السادات وده ربما من الأخطاء التاريخية اللي يقزها لبعض الرئيس السادات أنه أراد أن يواجه الشعيعين والأسريين الذين كانوا ضد التفخير كام ديفيد فخرج رموز الجماعة لكن للأسف كما نعلم أزمة الجماعة الإخوة المسلمين الأساسية أنهم ربما تحكم ثقافة المماليك عندما يعطيهم النظام فرصة طبيعية للحياة والاندماج في المجتمع ينقلبون على هذا النظام وشهدنا ذلك مع اختيار الرئيس السادات ثم حتى حركة متكلمة على الصفوف الثانية وغزو النقابات هذه المساحات كانت تركها الرئيس حسن مبارك ربما بعد ذلك لفكرة الوآمن المجتمعي والاستقرار المجتمعي لكن شهدنا أن مع وصول أو حصول الإخوان على 88 مقعد في 2005 بشكل واضح بل من 2005 بدأوا التواصل مع أمريكا والغرب باعتبارهم بديل عن النظام السياسي وغاية الفرصة في 2011 وبعدها للانقلاب على هذا النظام الذي منحهم الفرصة رغبا أنهم كانوا تحدثون بشكل واضح في الإعلام أننا لن ننتخب أحد بخلاف مبارك لن نعارض مبارك نرفض أي خروج نفس القصة حتى بعد 2011 عندما تحدث لن نقدم أحد للرئاسة لنترشح مشاركة ليس مغلبة كل هذه الشعرات هي شعرات مرحلية الحقيقة الفاصل في هذه المسألة أنه منذ 2013 أو خصوصا بعد 2012 وصولهم للسلطة أدرك الشعب المصري حقيقة هذه الجمعة وده ربما البعض يرى أن هذا جزء من غباءهم السياسي يا فندم يعني هي جتلهم فرص يعني ما كانتش ممكن تجيلهم أبدا لم يستغلوا هذه الفرصة بالشكل الصحيح وظهر الحقيقة هذا الغباء السياسي والحلم القديم الذي كان يروضهم الحقيقة وهو فرض السلطة وبشكل غير صحيح تحت شعر الدين أنا الحقيقة أختلف ربما ليس غباء سياسيا بمعنى الدارج لكنه هو غرور القوة الحقيقة أنه وده ربما يؤدي نفس النتيجة أدرك الإخوان ربما أنهم بعد 2011 ومع حل الحزب الوطن وده أغطم شكل واضح على حل الحزب الوطن أنهم التنظيم السياسي الوحيد القادر على التهام السلطة في مصر وده اللي خلهم ربما يتأخذون خطوات ضد شعب المصري ضد رأة الشعب المصري بشكل كبير جدا أيضا فكرة التحالف الخارجي فقد الإخوان ربما قرارهم المستقل الخاص بفكرة احترام رأة الشعب المصري وأصبحوا يدارون بشكل واضح من خلال الحلف الصهي وأمريكي في المنطقة وتحقيق أجنداته وأصبحوا من فكرة شركاء أو محاولة ليكونوا شركاء في المشهد السياسي إلى فكرة عملاء وخدم لهذا المشروع الصهي وأمريكي الهارفة تفتيت دول المنطقة حتى لو أدخل المنطقة في حروب أهلية حتى لو أدخل المنطقة في سراعات وتقسيم المنطقة إلى دول كما نشاهد في مخطط الشرق الأوسط الجديد وبالتالي ربما تبعيت الإخوان لهذا المخطط أفقدهم فكرة احترام إرادة الشعوب التي ينتمون إليها وده ربما وارد أصلا من فكرة التأسيس فكرة التأسيس تقوم بالأساس ليس على احترام الدولة الوطنية والدولة الخاصة والشعب الخاص بكل دولة لكن هم يتحدثون بشكل واضح على أننا الدولة الأممية حلم الخلافة المزعوم وعندهم استعداد بالمناسبة أن يحكموا لو قطعة أرض 20 متر في 20 متر حدثوا عن الخلافة عليها وحتى لو ضاعت هذه الدول أو أصبحت دخل فروب عليها كما نشاهد بشكل واضح في سوريا ومساعدتهم بشكل كبير على تدمير الدولة السورية كما نشاهد بشكل واضح في ليبيا ومساعدتهم الكبير على فكرة إفقاد الدولة الليبية وحدتها واستقرارها ومنهاردة نتكلم على ربما دعم الجماعات الإرهابية والوصولية في العالم جماعة الإخوان لا تتواني إطلاقا على دعم هذه الجماعات لا تتواني إطلاقا على دعم هذه الكينات المتطرفة لهدم الدول ولا يشغلها تماما إلا فكرة وبالمناسبة بس يا فندم يمكن بعض هذه الجماعات يمكن جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية والجماعات الحقيقة اللي كانت لها مسميات كثيرة زي جماعة النجون من النار والجماعات المتطرفة بالزبط اللي ظهرت. كنا دايما بنحط تحتهم خط كده. أنا كان لهم هدف ديني. كانوا بيعطنقوا فكر. لكن حتى دلوقتي الجماعات اللي بتلعب في دول العالم كلها. واللي بتدخل ضمن الحروب واللي هدف رئيسي من الهدف. هي جماعات مرتزقة. كلها بتقوم على حساب المال. في بعض الأحيان حالتك ممكن أن تتعامل معهم وتتواصل معهم عن طريق الكمبيوتر أو الميديا. وتقدر من خلاله تحدد له الشخص اللي بيحكمه المال. مش الهدف. لابد نقرأ تاريخ كويس جدا. لأنه في تاريخ فيه الدروس الأساسية لهذه المسألة. هل اختلفت شكل؟ أنا ده اللي عايز أقوله لحضرتك. هدخل على جزء خاص بتركيا الحقيقة ودعم أردغان القوي جدا لهذه الجماعة وبشكل قوي. وقوف الحقيقة حقوق الإنسان دون أي رد فعل اتجاه ما يحدث في سوريا. عكسنا تماما. يعني هم شايفين أن مصر دايما ما بترعيش هو الإنسان. لكن اللي بيحصل في سوريا ده عادي وجميل جدا وجزء منه أمن وسلام. اختلف شكل جماعات الإرهابية أو الجماعات المتطرفة أو الجماعات اللي بتلعب على هدف واحد وأصبحت المال هو اللي بيحكمها؟ سنة 58 أردت أمريكا أن تكون تحالف في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة الشعاعية. رفض عبد الناصر بشكل واضح وقال لدي عدو لا يتحدى مئة كيلو على إسرائيل. فليس مطالب مننا أن نواجه عدو على بعد ألاف الأميال يقصد الشعاعية والاتحاد السوفيدي. لكن الحقيقة الغطأ التاريخي اللي قعد فيه الشعوب والأنظمة العربية في السبعينات هي فكرة مواجهة السوفيدي في الأفغانستان. وصنعت بداية لهذه التنظمات الإرهابية ومنحها مجال واسع لاستغلالها من جانب قوة غربية. وده اللي ادها الحقيقة القوة والباور الغير طبيعي. واستغلال تفسير مشبوه أو غير منطقي للدين بفكرة الحروب والتنظمات وأن العدو الخريقي وفكرة هدم الدول ما داخل أهم من المواجهة العدو اليهودي والصهيون وما لذلك. لكن حقيقة أنه ما يحدث من جانب أردوغان دعنا نكون واضح بشكل واضح. أردوغان عضو في التنظيم الدولي جماعة الإخوان المسلمين. وهذا التنظيم الدولي أسس على مرأة ومسمع من المسونية العالمية. وعلى مرأة ومسمع من يعني ربما بعض التنظيمات الحاكمة لإدارة شؤون العالم وربما البعض يسخر من ذلك. لكن هذا حقيقي. هناك تنظيمات حاكمة لإدارة شؤون العالم تدخل بشكل واضح لإشعال الفتن في المنطقة لاستغلال وإنها بسرواتها. وإذا كان الاستعمار القديم انتهى في منتصف القرن العشرين لكن الاستعمار بشكله الجديد الهادي في تفتيت الدول وخطة براند ليوس وغيرها كل هذا بين خلالنا نقول أننا عندنا تنظيمات. ما يفعله أردوغان هو الأوروبيون كما قال الرئيس السوري بشار الأسد منذ أيام يكرهون أردوغان لكنهم يحتاجونه يحتاجونه في تنفيذ مخططهم. أردوغان قبل بشكل واضح تحت وهم أو زعم الخلافة لفكرة أن يكون رأس حربة لتفتيت دول المنطقة. شاهدنا ما يفعله بسوريا منذ 8 سنوات. تركيا كانت المعبر الرئيسي لكل الإرهابيين والجماعات الإرهابية المعبر الرئيسي لسرق سروات ليبيا وسروات ثوريا وتراثها الأثري ومن غير ذلك. الموقع الجرافي الخاص بها تقدر من خلاله أنها تكون هدف لعدد من الدول ليس بقليل. وبالتالي ربما العداء الأساسي الذي لا يجد البعض تفسير له من النظام التركي ونظام المصري بعد 30 يونيو أن مصر أوقفت هذا المخطط وكشفت هذا المخطط والشعب المصري بوعيه ومن خلف قوات المسلحة والشرطة المصرية استطاعت أن تدرك كيف ننقف هذا المخطط وتنجي الدولة المصري من حرب أهلية لكن في نفس الوقت لم يتوقف الأمر عند مصر ولكن مصر كانت إربما الإشارة والشعلة التي ألهمت معظم الشعوب المنطقة لفكرة الحفاظ على الدولة الوطنية شاهدنا تحركات واضحة في الجانب السوري لإستعادة التراب السوري شاهدنا تحركات واضحة في ليبيا لتوحيد وطرد الجماعات الإرهابية من ليبيا لم يكتمل بشكل كبير جدا لكن في بعض الأحيان برضي أستاذ صفوان بنجد أن هناك بعض الدول العربية بتدخل ضمن المصالح الخاصة وتلعب عليها وبشكل قوي جدا وبتكون هدف من أهداف دعم هذه الجماعات يمكن عايزة أتوقف حيث تكلمت عن الدول الأوروبية ولكن لو توقفنا أمان اللوبي صهيوني الحقيقة في البيت الأبيض واللي ما لازال له تأثير قوي جدا على هذه الجماعات وبيعمل دعم قوي لهم وأن أمريكا في بعض الأحيان رغم ظهورها الخارج بأنها ترفض هذه الجماعة لكن بنجد في بعض الأحيان أن هناك دعم قوي من جانب هذا اللوبي للجماعات الإرهابية طبعا بشكل واضح هل تتفق معي فكرة المصالح العربية الخاصة ببعض الدول للأسف؟ طبعا بس شوف حضرتك بشكل واضح هي الأزمة الحقيقة أنه إذا بتتكلم على الموقف الأمريكي من دعم الجماعات الإرهابية أمريكا بشكل واضح خضاع للوبي السيوني والذي يدير هذا المشهد وكان هناك مخطط واضح للبنان للعالم العربي وفكرة تحويل المنطقة إلى دول طائفية على أغرار ما يحدث في لبنان حتى لا تكون إسرائيل هي الدولة العنصرية الوحيدة في المنطقة ثم أيضا فكرة دعم ما يسمى بمشروع المزعوم لإسرائيل الكبرى وده بيستخدم فكرة استخدام لفكرة التفتيت الداخلي والصراعات الداخلية وخلق البؤر منذ بالمناسبة دعم تنظيم القاعدة لكن تتخيل أن أمريكا هي أحد الركاز الإنسية لتعم تنظيم القاعدة لمواجهة الروس في أفغانستان ثم امتدت مؤخرا في الحملة الرئاسية بين ترامب وهيلاري كلينتون اعترف ترامب بشكل واضح أن الذي دعم داعش وساعدها على البزوغ هو إدارة ترامب وإدارة هيلاري يعني بص حارتك أنا كلام حارتك كله لأنك بتديني الحقيقة رصد تاريخي لهذه الجماعة الإرهابية بتديني رصد تاريخي لدعم بعض الدول لها بتربط ما بين الحقيقة معظم الدول وما يحدث في العالم يعني حاسة أن أنا بعيدة عن الأخبار لكن الكلام الحقيقة يعني مخليني مجدودة لنفس الخبر فأنتقل لجزء تاني برضو نربطه بنفس الموضوع وهو خاص الحقيقة برئيس وزراء تركيا الأسبق الحقيقة اللي بيتوعد لأردوغان ونفس الفكرة الخاصة باكتشاف الشيء لكن عدم منعه باختصار أردوغان ربما انقلب على معظم حلفاء والقدماء داخل الحزب العدلة والتنمية داود أغلو وأيضا وزير الخارجية السابق يلمز كلها انقلب عليهم بشكل واضح لأن أردوغان لا يرى إلا مشروعه شخصي حتى لو على جسد الأتراك وخلاف الأتراك أردوغان رهن الاقتصاد التركي والذال اللي بنشاهد فيه تضخم وطراك واقتصادي وما غير ذلك وحصال الاقتصاد التركي مع اختلافه مع دول الغرب وأوروبا رهنوا إلى فكرة الشركات العابرة للقارات وبعرض معظم الأسس الاقتصادية التركية حقق ربما نمو اقتصادي وهمي لكن في الأخير أصبح العالمية استطيعنا تحكم برموت كنترول في اقتصاد التركي وهذا ما يعني الأتراك حاليا الحقيقة أنه أردوغان بغروره الشخصي حول النظام التركي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي وأصبح الرئيس يتحكم في كل شيء أيضا تمهيدا لشخصه وانقلاب على الدستور التركي وبالتالي أدخل التركية حتى في الحرب شمال سوريا المرفوضة دولية والمخالفة لموسيقى الدولية تمت أيضا لفكرة التغطية على الفشل الداخلي وحاول دايما معروف في السياسة الدولية إذا ردت أن تواجه انقسام داخلي فشل الحرب الخارجية لتوحيد الصفوف لكن الحقيقة الأتراك والمعارضة التركية تدرك لعيب أردوغان حتى حلفائك زي داود أغل وغيره يرون أنه يهدل استقرار تركيا أنه رهن تركيا إلى الخارج فشل في النظام الاتحاد الأوروبي فشل أيضا في تحقيق حلم المزعوم بيئة الخلافة أصبح المحيط بتركيا كله يكره هذه الممارسات المخالفة الموثيقة الدولية من جانب تركيا لا يفقد الأمل للأسف يا فندم وما زال الحلم يدعبه حتى الآن هذه ربما إرهاصات لكن ما نشاهده من عودة الجيش الوطني السوري إلى أغلب التراب السوري ما نشاهده من اتفاق مع الأكراد ما نشاهده من الرفض الدولي والعربي ما نشاهده من موقف دولي واضح وكشف دولي واضح لكيف أردوغان أصبح حتى عبء على حلفاء في أوروبا الذين استخدموه كرأس حرب لتفتيت هذه المنطقة أعتقد أن هذا الحلم بات أمرا مستحيلا لكن كما نعلم كل ثور عندما يزبح لابد له من هيجان بسيط وده أمر متوقع لكن على كل حال وللعسف هم بيقدروا أنه هم يعني حيكتشفوا العالم حيبتيجي أنه هو بيظهر كل أخطاءه كثيرا يعني لكن على كل حال يبقى الحفاظ على الدولة الوطنية وده أحد محددات السياسة الخارجية المصرية هو الذي انتصر في النهاية وسوف ينتصر لأن الشعوب لن تترك أبدا دولها أن تكون اللعبة فيه أو يعني جزء من حلم مزعوم لشخص مثل أردوغان أكيد الحقيقة حننتقل لأخبارنا المحلية ولكن نطلع فاصل أستاذ صفوة ونرجع نكمل كلامنا أشكرك ما زلنا معنا نستكمل أخبارنا المحلية ومعي في الستوديو الكاتبة صحبية الأستاذ صفوة طامران رئيس قسم أشؤون السياسية بجريدة الجمهورية ونبدأ مع بعض أخبارنا المحلية القاهرة من أهم 20 عاصمة ثقافية في العالم ودي الحقيقة ضمن تقرير خاص بوكالة أمباء أمريكية وجه الواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتشكيل فرق رصد ميداني من قطاعية التفتيش والرقابة لخدمة المواطنين بالوزارة للقيام بجوالات مفاجئة على دم الأحياء والمراكز والمدن بكافة محافظات الجمهورية الحقيقة بنتكلم على طبعا مدينة القاهرة السحرة والحقيقة هذا التقريص وما بنتقف أمام فكرة المتابعة والرقابة لأن هذا شيء يكون الحقيقة بنفتقده جدا في السابق لكن لما دايما المسؤول يحسن في وراء حد في حد بيتابع أكيد سيكون عندنا أكثر تنظيما وأكثر قوة تجاه هذا العمل صحيح يعني هي ربما إحنا محظوظين والخبرين بيكملوا بعض بشكل واضح القاهرة ربما تعتبر التي تقطت عمرها الآن 1050 عام وهذا رقم يعجعلها من أهم المدن التاريخية في العالم في الفترة الحالية القاهرة يتعتبر يعني متحف مفتوح للأثار الفرعونية الرومانية اليونانية القبطية المسيحية والإسلامية وبالتالي اكتسبت هذه المدينة ربما أهمية واسعة منذ تأسيسها جعلها ربما البعض يطلق عليها مدينة الألف مأزانة جوهرة الشرق قاهرة المعز ومنذ أن أسسها جوهر سقلي بعد دخول الفاطميين مصر أعتقد أن هذه المدينة اكتسبت أهمية وشهرة واسعة وسميت بهذا الاسم حتى تقهر أعدائها في ذلك الوقت وربما ده اللي أكسب القاهرة ومصر عموما أهمية أن كل عدو أو كل مستعمر يريد أن يحتل هذه البلد يقهر يقهر ويكسر على أبواب القاهرة وهذا ربما من الحاجات المبشرة جدا لإسم القاهرة لكن كمان القاهرة باعتبارها مدينة ثقافية أحد أهم عشرين مدينة ثقافية أعتقد ده شيء يجعلنا أن نفخر بهذه المدينة وأيضا نسعى إلى تطويرها دولة مصرية وورفة انتصارات للرئيس قال نريد أن نحول هذه المدينة إلى عاصمة للثقافة والفنون وبالتالي عندما ترصد هذه الوكالات أهمية القاهرة تاريخية نحتاج أن نبدأ فورا في هذا المشروع لدينا مشروع القاهرة الخدوية أن تتحول الممشى توقف للأسف ما بعد 2011 لدينا فكرة التنصيق الحضاري للقاهرة والجمال للقاهرة مهم جدا أن يعود وتعمل الدولة بكل قوة على ده لأنه عندما يكون هناك دعاية مجانية لهذه المدينة في كبرى وكالات الأنباء يجب استغلالها وبشكل سامي بالضبط لأنه مهم جدا نعلم أن السياحة النهاردة بنتكلم على بشكل مبشر هذا العام 12 مليار دولار داخلنا من السياحة رقم نريد أن يتضاعف لكنه رقم جيد ربما بالنظر لسنوات سابقة وده يأتي في المرحلة التنية أهمية الخطب والخبر لازم نتكلم هنا على دور القوى النعمة الحقيقة في دعم استمرار أو دعم أن تظهر القاهرة فعلا عاصمة للثقافة يجب أن يكون هناك دور قوي جدا للقوى النعمة وخاصة أن مصر لديها عدد كبير جدا من الأدباء والفنانين والموهوبين يكون هما أيضا صفراء لمصر في الخارج طبعا بالأساس ده مهم جدا موضوع القوى النعمة وتأثيرها وده مصر دائما طول تاريخها كانت معتملة على هذه القوى على السينما والفن والثقافة وحتى الرياضة كل ده كان مهم جدا لتأكيد التواجه المصري وأهمية الدور المصري يعني بعد أيام دينا مرجعنا القاهرة السينماية وهو أحد تظاهرات الثقافية والفنية المهمة أيضا كعنوان مهم ومضيء وبتالي يعكس ده ما يقول وزيطة من محلية فكرة المتابعة الجمالية لدينا تراث ثقافي وفني عظيم جدا لكن نحتاج أيضا إلى فكرة الشكل الجمالي لا أشاهد قمامة لا أشاهد مخالفات في المدينة لا أشاهد مظاهر سلبية الحقيقة نقلل حجم التلوث ونحتاج إلى نشر المساحات الخضراء داخل القاهرة وبالتالي الحقيقة لدينا خلال الفترة المعضية سلبيات في المحليات تجاهل كبير جدا احتلال للشوارع عندما يكون وزيطة من محلية يقوم بهذا الخبر الإيجابي المتابعة والرقابة أن يكون هناك لدينا مسؤولين في الوزارة يتابعوا أداء المحافظات والوزير تحدث شكل واضح في هذا الخبر من يجيد سوف نكافئه ومن يخالف يمكن أن نسحيه تماما من موقعه ومنصبه أعتقد في ظل هذه الرقابة ربما ينشط أداء المحليات ويعالج الكثير من السلبيات وتصبح القاهرة بحق أحد أهم العواصم والمدن الثقافية حول العالم ودهنا نأمله جميعا عندما يكون لدينا كنز بحجم القاهرة علينا أن نستغله أفضل استغلال أكيد أستاذ صفت بما أننا نتكلمنا الحقيقة عن القاهرة كمركز ثقافي وعاصمة ثقافية نأمل في ذلك جزء كبير جدا من وجودنا الثقافي هما البشر هما المصريين زي ما عملت لي كده تشريح الحقيقة عن التطور وما يحدث لمصر والثقافة المصرية وما حدث من تشريح في المجتمعات المختلفة عايز أعمل تشريح أيضا لما طرأ من تغير على الشخصية المصرية طبعا بالأساس ربما أنه معركة الوعي المعركة الأهم بالنسبة للمصريين حتى في الظرف السياسي اللي بنمر به خلال المرحلة الأخيرة الوعي هو الرهان الأساسي للشعوب ما أنقذ المصريين في 30 يونيوما بعدها هو الوعي الشعبي وقدرة المصريين على توفيد كل المخططات التخريب وتدمير الدول زي ما شاهدنا في دول مجورة ربما وحدة الشعب المصري هي الوعي هو ده اللي استطاع أن يكون حاياة صد أساسي ومانية وبالتالي اللعب دائما على فكرة تكسير هذا الوعي وتكسير هذه الشخصية الحقيقة أن الشخصية المصرية مرت بمنعطفات كبيرة جدا بفكرة النسق القيامي وبداية حتى فكرة هدم الأسرة دائما نتحدث عن هدم الأسرة هو البداية لفكرة السيطرة على الشعوب ويعني تغريب النسق القيامي والمجتمعي داخل أي دولة لكن الشخصية المصرية كان زمان عندنا في مصر يعني ثقافة الأسرة والعائلة وبنت المنطقة وابن الشارع وفكرة التربط المجتمعي اللي تم التلاعب بها بشكل كبير بداية من فكرة ما يعيبش الرجل إلا جيبه هذا غير كان دي بداية ربما الكسر فكرة الأخلاق والمنظور القيم وأهميتهم في المجتمع فبدأ الناس تبص لفكرة الجزء الماديات ثم بعد ذلك مع فكرة الانفتاح وزهاب البعض إلى الخليج عدنا بمفهوم للأسف اللي معاه إرش يسوى إرش والمعهوش ما يلزموش فأصبح تقيم الناس مادي بحث وليس فكرة أن هناك قيم أخرى لابد أن تقيم لها علاقة بالأخلاقيات والقيم ثم بعد ذلك أصبح لا نسأل من أين لك هذا وده اللي خلنا نبع عندنا موجة من الأثرياء الجدد اللي دائما هم ينقلبوا على قول القيم المجتمعية والقيم المتورثة في المجتمع وده المدخل الحقيقي اللي تم فيه الاختراق الشخصية المصرية واختراق الدولة المصرية وتحقيق الانسام المجتمع اختفاء الطبقة المتوسطة أستاذ صفوتهان له كان تأثير قوي جدا على الثقافة المصرية والوعي الثقافي لدى المواطن المصري يعني الطبقة المتوسطة اللي كلنا الحقيقة تقريبا طلعين منها هل هي الطبقة المتعلمة اللي كانت في فترة هل اختفاءها الحقيقة لأنها دلوقتي مصبحتش موجودة الطبقة المتوسطة مبقيتش موجودة ممكن نقول أنها نزلت درجة الحقيقة هل ده أثر على الوعي الثقافي وعلى المجتمع لأنها تكلمت عن نقاط هامة جدا وهي خاصة بالأسرة المصرية هي البداية الحقيقية للتكوين الوطن يعني أنا علشان أقدر أن أقول عندي أنتماء وعندي وطن فالبداية بتكون الأسرة شحيح ده أثر فينا بشكل كبير؟ طبعا طبقة المتوسطة في أي دولة في العالم هي حقيقة الصد الرئيسي والحارس بنوصفها دايما بأنها الحارس الأساسي على قيم هذا المجتمع واللي دايما بيخرج منها جزء ليصعد إلى الطبقة العليا ثم ويظل فكرة الاستمرارية بشكل واضح الحقيقة تأكل الطبقة المتوسطة بشكل كبير في الفترة الأخير ربما النصفة الاقتصادية وإصلاح الاقتصادي كان لابد أن يتم تأخرنا فيه كثيرا وتحمله الشعب المصري بوعي شديد يعني يستعق التحية عليه لكن كمان ده خلنا قدام طبقتين متنحرتين بدون فاصل بينهم طبقة يعني تحت خط الفقر لديها مورسات ضد المجتمع ولديها حلم بأثراء وطبقة أيضا عليا ربما الكثير منها تم أثراء وخلال الفترة الأخيرة بدون معرفة مصادر هذا السراء تريد سحق الطبقة التي ولا خطر جدا على المجتمع لأن الحقيقة التوازن أو استقرار المجتمعات يقاس بفكرة حجم الطبقة المسطة وربما هذه الطبقة هي الطبقة الأكثر تحملا لمناخ الإصلاح الإقصادي لفترة الأخيرة لأن هذه الطبقة لم تحصل على ربما الضمانات الاجتماعية تم منحها للطبقة الفقيرة هذه الطبقة زاد عليها التزامات أخرى مع فكرة أن يتحول تحول إلى التعليم إلى تعليم بمصاريف مبالغ فيها الذهاب إلى المستشفات والصحة أيضا أصبح بمرقام كبيرة جدا كل ده خل هذه الطبقة تتحمل أعباء مالية في حين أنها ليس لديها ما يسد ذلك وبالتالي الجاب انتهى ده أعتقد أنه بيحتاج من الدولة مشروع قومي حقيقي لفكرة ربما دعم هذه الطبقة تحقيق استقرارها لأنها هي الحصن الأخير بالمناسبة إذا أردنا أن نحافظ على قيم هذا المجتمع وتراثه ودائما كانت هذه الطبقة على مدارة تاريخ المصر هي المصنع الحقيقي سواء للمفكرين المثقفين المبنعين لقيادات هذا المجتمع وبالتالي ربما الدولة إذا أرادت أن تواجه هذه المخططات ولابد أن أولا تحافظ عليه هذه الطبقة تدرك أن هذه الطبقة كانت الحصن الذي خلال السنوات الماضية الذي ارتكزت عليه الدولة لمواجهة مخططات التفليط والتقسيم ومخطبة الوعي الجمعي للدولة أن الرأي العام عندما تشكل من أغلبية هذه الطبقة يكون رأي عام مستقر وقادر على المواجهة والحفاظ على الدولة بخلاف ربما الطبقة الدنيا في أغلبها سهل جدا التلاعب بمشاعرها التلاعب في تكوين وجهات نظارها أخذها في اتجاهات وربما مخالفة ولذلك صحيح ربما التطرف والإرهاب ليس العلاقة بالفقر فقط لكن هناك مكونات عديدة لكن أيضا فكرة استغلال الحاجة المادية لبعض الطبقات الفقيرة كان أحد الركائز التي يتم من خلالها التلاعب بالمجتمعات المستقرية يمكن هو ده الجزء فاندم الاستكمال الحقيقة لتغير الشخصية المصرية وخاصة أن مش عايزة أتكلم عن المحافظات الكبرى لكن خلينا نتكلم على القرى والنجوة وعلى محافظات الصعيد واختيار الحقيقة بعض من الشباب اللي ليس لديه نقول القدرة المالية اللي ليهم نفوس ضعيفة اللي من خلالها ممكن يتأثر دينيا هم دول اللي بيتم جذبهم فيما بعد تحت شعار الدين هم دول اللي بيقدرن هم دول الجمعات المتطرفة اللي هي تلعب عليهم إزاي نقدر أن نعمل عملية دمج لهؤلاء مرة أخرى داخل المجتمع حتى لو هم قلة شوفا حضرتك باختصار يعني جذب المؤيدين أو التطرف بشكله الديني أو الانحلال بشكله الأخلاقي الكبير في الناحيتين بيتم دايما على فكرة الحاجة المالية البعض تحترها أن هذه الحاجة المالية يمكن تجده بشكل واضح جدا ليقود أو يسلك الطريق نحو التطرف أو حتى الانحلال وبالتالي دائما عندما تجد الفكرة الشاز في المجتمع بكل أنواعه أعتقد بيرتكز بشكل واضح على الحاجة المالية على الجهل والانقفاض الوعي الثقافي والاجتماعي وأيضا غياب الأسرة والعائلة وبالتالي ربما مثل هذه العناصر بكل مكوناتها أحد الروافد المهمة جدا للتطرف الانضمام للجماعات الإرهابية أو حتى إلى فكرة الانضمام إلى أفكار علمانية ومتحررة ضد قيام المجتمع ثم بشكل أقل يأتي فكرة الطموح أكبر أو الذي هو أكبر من القدرات إنه فيه شخص ربما من طبقة متوسطة أو فوق متوسطة أو حتى من طبقة عادية لكن هذا طموح أكبر من قدراته الشخصية فيمكن أن يسلك أي مسلك منحرف من حاجة طموحاته وده يخذنا بنقول أن الدولة عليها أن يكون لديها دور مهم جدا للمواجهة ده محتاجين جدا أنه النهاردة شفنا فيلم زي الممر بكل مقونات كيف استطاع أن يخلق حالة مجتمعية حقية بفكرة الاعتزاز بالوطن والقيام الوطني ممكن البعض يكون لديهم ملاحظات على التكوين الفني للفيلم لكن الحالة الاجتماعية والرسالة من الفيلم استطاعت أن تجذب المجتمع وكل شباب ولما تم عرض يفندم خلال احتفالات أكتوبر حق نسب مشاهدة عالية جدا وأعاد الحقيقة مرة أخرى للشباب الفكرة على الانتماء بالضبط وكان فيه رسالة واضحة لدينا عدو واضح والعدو الصفيوني لدينا حرب واضحة ضد هذا العدو ربما الآن لدينا عداء كسر ليس بشكل لو عدو الصيوني لكن هذا العدو لم ننساه إطلاقا شيء الآخر أن الحفاظ على الشخصية المصرية وأن المصرين قادرين على العبور وأن ربما الهزيمة تكسر من ليس له جزور لكي عندما يكون لدينا شعب هو صاحب أقدم حضارة في التاريخ صاحب أقدم دولة مركزية في التاريخ قبل 3200 سنة قبل الميلاد شعب حضرته تنتدل 7000 سنة أعتقد أننا قادرين على العبور والتحدي وده من الرسائل المهمة جدا للحفاظ على الشخصية وبالتالي الدولة لديها دور مهم جدا في فكرة الوعي الثقافي والاجتماعي استعادت هذه الشخصية واستعادت هذه الشخصية القوية للدولة المصرية وأيضا لابد أن نعود لإطاءة تعليم دور محوري ومهام في هذا الوطن لأن الحقيقة أنه لابد أن نكون لدينا التعليم هو المصدر الرئيسي لبناء الشخصية المصرية وده يتحقق بشكل واضح عندما تكون لدينا دولة دورة وتلمية ونحضر بنتكلم على الدولة بشكل واضح في أكثر مناسبة لتحدث على أهمية التعليم وهمية توحيده وربما ده يكون فرصة أننا نطالب لدينا نظام تعليم الموحد لأن نظام التعليم الموحد عندما يشعر المواطن ونفس الثقافة بيعتقد أنه ده بيخلق التوحد الشعبي لأنه كما نذكر نارضة في عصر السموات المفتوحة الأجيال لديها مصادر متنوعة ومختلفة للتلقي الثقافي لكن أجيالنا إحنا لما كان التلفزيون المصري هو الأولى والتانية ونفس الموروث الثقافي أعتقد أنه بشكل واضح كل أبناء المجتمع باختلاف طبقاتهم كان لديهم نفس الموروث أستاذ صفد هل نحن ما زلنا نجهل ثقافة استخدام الميديا هل ليس لدينا القدرة على الاحتفاظ بالهوية المصرية مع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة فكرة وصول إلينا وبشكل سريع جدا وكبير عدد ليس قليل من ثقافات المختلفة ليه إحنا الأكثر تأثرا بهذه الثقافات نجوع السؤال ده بعد الفاصل رجعنا لكم مرة تانية وسؤالي هل ليس لدينا القدرة على الاستخدام الأمثل لسوشيال ميديا هل ده أثر فعلا وبشكل قوي على الهوية المصرية اختلاف واستقبال عدد كبير من الثقافات أثر في ثقافتنا المصرية بداية وقودا فاصلا لابد أن تكون السوشيال ميديا نتعامل معها كصديق وليس عدوه الحقيقة أنه الأزمة الحقية اللي بنعنيها أنه بعضنا بإساة استخدام السوشيال ميديا تحولت لجزء من اختراق المجتمع وصحيح ربما دوائر غربية ودوائر السهل الأمريكية تريد اختراق المجتمعات العربية والدول العربية من خلال السوشيال ميديا فكرة تحقيق التغريب الثقافي نشر ثقافات بعيدة عن طبيعة المجتمعات العربية والمجتمع المصر على وجه الخصوص وإدخال الشباب المصري باعتبروا أنه خلاص بيت موبايله ويتحرك في مكان يشوف أي حدث يحدث في العالم للاستخدام السيئة للسوشيال ميديا لكن احنا كدولة وكأسر مصرية مطالبين أن نستخدم الجانب الإيجابي لهذا الصديق التكنولوجي الحريص لأنه كمان تحويله إلى فكرة صديق ويستخدامه بشكل إيجابي يفيد الدولة المصرية لكن كمان هذا دايما بنقول أنه نشر المعلومات الحقية هو أي يعني ربما العنوان الرئيسي للرد على الشعاعات ومحاولة اختراق الشعوب صحيح هناك كام كبير جدا من الشعاعات يصبع من خلال السوشيال ميديا لكن أيضا لك أن تخيلي أن أحد الرافض الأساسية لربما القائده على السربيات في المجتمع كان السوشيال ميديا طرف رئيسي فيها وبالتالي ربما الدولة بدأت تواجه خصم جديد وهو السوشيال ميديا وتأثيره السلب على المجتمع وربما تلاعب بعض الجهات والأجهزة للإستخبارات ضد الدولة المصرية لتمرير مخططات ضد الدولة لم تستطيع أن تحقيقها على أرض الواقع من خلال السوشيال ميديا لكن أيضا علينا نحن كمصريين أن يكون لدينا دائما الفعل المضاد وأن نحول هذه السوشيال ميديا إلى صديق حقيقي وأدى وكما هم يوجهوننا بالسوشيال ميديا لمحاولة السعادة في الاستقرار نستطيع أن نستخدم نفس السلاح لأولا فضح هذه المخططات وكشفها زير المخططات وأيضا تحقيق الاستقرار المجتمعي ونشر الحقائق حول ما يدور في المجتمع وده الحقيقة دايما دعنا نبقى صراحة مع بعض واهم أن يتصور أن بنجاح المصرين في 30 يونيو مخطط تفتيت هذه الدولة المصرية توقف لكن سوف يستخدم أسليب وأقنعة وأدوات جديدة ومختلفة وبالتالي نحن لابد أن يكون لدينا استعداد لهذه المعركة استمرار لمواجهة هذا الخص حتى لو كان خصما خفيا من خلال الشاشة وكيبورد نستطيع أن نواجهه بكل قوة وحسب من خلال خلق الوعي وتوعية المصرين وده برضو بيحن لدور مهم جدا أن الدولة لابد أن يكون لديها مؤسسة الدولة الحكومة دور واضح في توعية مستخدم السوشيال مليا والإعلام ويكون الإعلام مهم جدا لأن في الآخر بيتكلمي على بالمناسبة الإعلام يعني هما يسمونه الإعلام القديمة والإعلام التقليدي بمسبيرو والصحف القومية وغيرها أحد الأدوات المهمة للدولة اللي لابد أن تدعمها الدولة بشكل مستمر وقوي لأنه هو حقاة الصد أيضا من أبرز حقاة الصد الرئيسية لفكرة خلق رأي عام لديه الوعي الحفاظ على الوعي المجتمعي الحفاظ على تماسك المجتمع وبالتالي أي ربما هجوم ضد مسبيرو ضد الصحف القومية أنا براهم هجوم مدفوع الأجر لإفقاد مصر أحد أهم أدواتها النعمة كما حالك تبتكلم عن أدوات النعمة والسلطة النعمة لأنه لا كانت تخيل عندما كان هناك هجمة شرسة على الدولة في 2011 و2012 و2013 كان هذا الإعلام بكل مكوناته ربما المدافع الأول والشرح الأول وحائط الصد الأول للحفاظ على الدولة واستقرارها وبالتالي اليوم علينا أن ندرك تماما أهمية هذا الإعلام والحفاظ عليه وتطويره بشكل كامل وده بحقق التكامل مع النيو ميديا أو الإعلام الجديد الخاص بالسوشيال ميديا وعلى الدولة أيضا تخلق أدواتها في هذا الفضاء لأنه الحقيقة ترك هذا الفضاء بدون تواجد مصر حقيقي أيضا بيدي فرصة لإعداء هذا الوطن لتخريبه ومحاولة تدمير الاستقرار المجتمعي وبالتالي يبقى السوشيال ميديا عدو إذا أسأنا استخدامه وتجاهلناه وأنا في رأي الشخصي لابد أن يتحول إلى صديق يمكن أن نستخدمه بشكل واضح للحفاظ على استقرار الدولة المصرية يمكن سريعا يا فندم عندي خبرين الحقيقة لما عندي وقت الخبر الأول مرتبط بمشروع الربط الكهربائي بيت مصر والأردن والهيئة الخليجية وأنا على المعتقد أن هذا مشروع أهم جدا يجب أن نتحدث فيه أعتقد الوين وين أبروش فكرة التنمية المشتركة يعني المسكر قبل سنوات كان موصل لديها أزمة في الطاقة أزمة في الكهرباء الكهرباء بتطع كل يوم النهاردة لما مصل تصدر الكهرباء أعتقد أحد النجاحات المهمة لابد أن نشير بالإضاءة عليها بشكل واضح الأردن دولة شقيقة لديها علاقات حياء تاريخية وآنية قوية جدا مع الدولة المصرية فالتعاون الاقتصادي ونقل الكهرباء أعتقد بشرة خير بالنسبة للمصريين وأن تعود مصر لتصدر الكهرباء ليس فقط كاستفادة مالية لكن أيضا أعتقد أن تعزيز العلاقات مع الدول العربية مشروع مهم جدا أيضا للتصدي لمخططات التفيد والتقسيم الخبر الأخير اللي معايا بعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة نظام تسكرتي خدمة عالمية وإشادة من الجماهير الحقيقة يعني احنا برضو مهم جدا نشيد بهذا النظام اللي تطبقته مصر كأول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وتاني دولة على مستوى العالم بعد روسيا في كأس العالم الماضي شفنا في أمم أفريقيا الكبار كيف حافظ هذا على الأمن والأمان وأصبح كل مواطن عارف مقعده وفين وحتى ده إدى انطباع إيجابي للأسرة أننا ممكن شجع المطنع لأنه يذهبوا إسارهم بدون ممارسات سلبية كنا نشاهدها في الملاعب في فترة سابقة وبالتالي أعتقد أن تطبيق هذا النظام لسنة مرة في مصر نظام إيجابي جدا ونحيي كل القائمين على هذا النظام وده بك ربما يخدم التحاول الرقمي بشكل كبير وأتمنى بس يعني نكون الفان عن دي اي دي يتم استخدامه في أفريقيا الكبار مستمر يعني المواطن ما يستخرجش فان اي دي كل بطولة يعني يستمر بشكل مستمر ليكون لدينا أكبر عدد لديهم هذا الفان اي دي وهو ده فعلا اللي تم يا فاندم ونعود بقى فكرة أنه يرجع الجمهور مرة تانية لملعبنا أعتقد ده من النقاط الإيجابية والموضيئة للدول حقيقة النهاردة نورتين يا فاندم يعني عملت لنا تشريح الحقيقة من البداية من بداية جماعات الإخوان لتطور هذه الجماعات لاختلاف الفكر للدعم الخاص ببعض الدول للتمويل المالي تطرقنا إلى الشخصية المصرية وما طرق عليها من تغيير بجانب وجودها في العديد من المراحل المختلفة من الزمن وختاما توقفنا أمام مشروعات وبطولات واستثمارات جديدة لمصر الجديدة سؤالي الأخير وسريعا لأنه وقت خلص منشت لحلائتنا النهار مصر تعود لقيادة أفريقيا من جديد وجماعات العنف ودول التطرف والأنظمة الرعية للإرهاب لن تهزم إرادة المصريين أبدا نورتين يا فندم ألف شكر وجودك معي النهاردة شكرا يا فندم كده حلقتنا انتهت إن شاء الله انتظرونا بكرة وطريق جديد من هنا ما سبيرو إلى اللقاء